دخل اتفاق درع البلد لوقف اطلاق النار لثلاثة ايام حيز التنفيذ بعد تصعيد مكثف من قبل قوات نظام والميليشيات الدعمة لها على احياء درع البلد حيث استهدفتها بما يزيد عن خمسين صاروخا من نوع ارض ارض تلت ذلك معارك عنيفة دارت بين قوات نظام ومسلحي المعارضة الذين صدوا محاولات عدة لقوات الفرقة الرابعة والميليشيات لاقتحام احياء درع البلد وعقدت مساء الثلثاء في الملعب البلدي بمنطقة درع المحطة جولة مفاوضات استمرت خمس ساعات بين لجنة التفاوض في درع البلد واللجنة المركزية في درع واللواء الثامن واخرى بين قيادات اللواء الثامن وقائد القوات الروسية في سوريا ووزير دفاع النظام توصلت الاطراف فيها الى اتفاق جديد بعد اجتماعات عدة مصدر في لجان التفاوض نقل عنه تجمع احرار حوران كشف انه تم الاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة ثلاثة ايام في درع البلد وان قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية سوف تدخل الى درع البلد الاربعاء بمرافقة من اللواء الثامن التابعي للفيلق الخامس والمدعوم من روسيا بهدف تثبيت وقف اطلاق النار من خلال انشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درع البلد كما تضمن الاتفاق اجراء تسويات جديدة لأربعة وثلاثين مطلوبا للنظام اضافة لتسليم سلاحهم في درع البلد وطريق السد والمخيمات وخروج من لا يرغب باجراء التسوية الاتفاق تضمن كذلك نشر ثلاثة نقاط عسكرية في محيط درع البلد على ان تتسلمها قوات مشتركة بين الابن العسكري التابع للنظام واللواء الثامن من ابناء محافظة درع تلي ذلك خطوة سحب قوات الفرقة الرابعة والميليشيات من محيط مدينة درع وفتح كافة الحواجز بين درع البلد ومركز المدينة وايقاف العملية العسكرية وفك الحصار عن درع البلد وعودة النازحين الى منازلهم ترجمة نانسي قنقر